قناة فلذاتنا سبحانك ربي يا رحمن يا من كرمت بني الإنسان وجعلت الأسرة تجمعنا وتقينا من لفح الحرمان إن قام الأب بتربيات للروح وأيضا للأبدان وزرع الخير بأبناء وأسس ذياك البنيان فسيحصد من ذلك خيرا وسيهزم أجناد الشيطان ويؤسس بيتا للتقوى ويؤيد من رب منان ويعامل زوجا بالحسنى ويعمر بيتا بالإحسان قناة فلذاتنا ويحفظ للأخت محبة فالأخت كأنفاس ريحان ويشد بكف لأخيه كي يقف في وجه الطوفان وسرتنا يا نعمة ربي يا وردا أزهر في البستان يا قارب خير يحمينا إن عصفت أمواج الخلجان إن عاشت أسرتنا بشرع سنكون معا في بر أمان سنكون معا في بر أمان قناة فلذاتنا عندك طفل في البيت عدواني يضرب يسب يتنمر في المدرسة كل يوم دقين عليك ولدك مساوي مشكلة ضارب لأحد فاقع لعين أحد هذا الطفل حن نسميه الطفل العدواني ضبط الموضوع وهو صغير أفضل مننا يستمر في مرحلة المراهقة بعدين العدواني ممكن تتحول إلى شيء آخر فما هو هذا السلوك العدواني؟ هو سلوك حاد موجه ضد الآخرين بهدف الإيذاء بهم سواء كان لفظي أو جسدي أو معنوي ونفسي أحيانا الطفل لما يتحدى السلطة فهو سلوك عنيف لما يخرب سلوك عنيف لما يعتدي سلوك عنيف لما يتلفظ ألفاظ غير أخلاقية هذا كله سلوك عنيف فالآن سأعطيكم خمسة طرق تساعدكم على أنكم تخففون من حدة هذه العدوانية يعني هذا الجانب الوقائي في الموضوع واحد الطفل العدواني صير عدواني لأننا في البداية كنا نعطيه حماية وايد ما تخليه عنده المسؤولية تجاه تصرفاته فأقل شيء نحن نتدخل ما نخليه يتعامل ويتفاعل مع الحدث الذي صار معه ويكتسب الخبرة في هذا الموضوع فتصيدة ردة فعل أنه والله أنا فشلت فشوي شوي يصير عدواني الأمر الثاني التخفيف من حدة ردود الأفعال الطفل لما يسوي سلوك ويشوفنا إحنا شلون ردة فعلنا تكون عنيفة وحادة فهو يكتسب هذا السلوك العني الأمر الثالث أعطيكم طريقة stop في التعامل مع الطفل اللي عنده هذا السلوك العدواني يعني لما أنت يصيدك موقف محبط بس وقف لمدة دقيقة واحدة يفكر يراجع قبل لا يتلفظ قلو له فقط دقيقة واحدة خلال الدقيقة الوحدة يصير عنده هذا الهبوط في ردة الفعل فبالتالي حتى قراراته وردة فعله تكون صحيحة تي ثنك فاستوب ثنك تي ثنك معناته فكر بشنو تبي تقول بشنو تبي تسوي أدري أن هذه المهارة قد تكون صعبة عند الأطفال اللي نموهم الإدراكي لحد الآن ماكتمل لكن لما نعلمه شوي شوي يبدأ تصير عنده هذه المهارة ستوب ثنك ستي بعدين عندنا أو أبروتونيتي شين هي الخيارات والفرص اللي أنت تقدر تسويها بدل ما تصارخ وترمي وتزف وتسب وتبوق وتسرق وتقطروحك على الأرض وتسوي هالفوضى كلها فكر بشنو أنت تقدر تسوي حتى لما أنا أحاوره أقول له أوكي في خيارات ثانية أنت تقدر تفكر فيها تقدر أنت تسويها بدل كل الفوضى هذي اللي قاعد تسويها فهو لما نعطي مثل هالأمور يبدأ يفكر بعدين P positive يعني خلك إيجابي لما تصرخ سلبي لما تهدأ إيجابي لما تسب سلبي لما تقول كلام زين إيجابي خلونا نعود على التفكير الإيجابي بدل التفكير السلبي كل شي زين زين أربعة في مفهوم قاله واحد اسمت جيم جرينمان كلم عن مفهوم الحيز المكاني يعني كل طفل عنده حيز مكاني هذا الحيز المكاني يسمح له أنه يدرس يتعلم يلعب بشكل مريح فكأن الطفل له مكان خاص فيه يعني تخيله صف فيه 60 طفل في مكان محدود فشلو بيصير بيصير تنازع بيصير بصراع على المكان على الأشياء على المدرس على التناص الفرص ليش؟ لأن المكان غير مناسب لهذا الطفل حتى ينبو بشكل صحيح نحن نوجد له الحيز المكاني اللي تخليه يرتاح وما يعصبه وما يفكر أنه فيه واحد راح يعتدي على سلطته وعلى أغراضه وعلى أشياء كل الأمور هذه تساعده خمسة وهي أهم نقطة وأنا خليتها لأنه في قاعدة تقول أن الإنسان يتذكر آخر خبرة نعزز عنده قيمة ليس الشديد بالصرعة في بعض الأطفال يعتقد أن أنا أخذهم بالصوت والصراخ والصيحة والضجة واللجة أني أنا قوي لا ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب هذا مفهوم نبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم نزرى هذه الفكرة وهذه القيمة في ذات الطفل العدواني إذن خمسة أمور في الوقاية الآن خمسة أشياء لو كان هذا الطفل في ثورة العدوانية هو الآن متحدد يبي يضرب يبي يصرخ يبي يكسر مهتد حتى لو أنت قاعد تقول له أهدأ أهدأ بعطيكم خمسة طرق ربما تكون غير عادية طبعا موجودة في الكتاب وأنا أضفت عليها بعض الطرق واحد الطفل العدواني لما يكون في حالة العدوانية خلى بروحه بمعنى أنه نأزله عن الطلاب عن بقية الطلاب لما يكون في الصف نقول حق الطلاب طلعوا ما نقول لهو اطلع نقول حق الطلاب طلعوا براء لما تكون أنت في الغرفة مع أخوانه نقول حق أخوانه طلعوا خلوا بروحه لأنه يحتاج فيه الحالة ويتعلمون منه فلما نخليه بروحه هو شوي شوي طبعا مثل ما يقول الكاتب هو مثل النار يطفي يتخلي يطفى بروحه اثنين يقول الكاتب أنك لا تستخدم معاه الكلام المباشر كلام المباشر ما راح يأثر فيه يعني لا تحاور لا بالمنطق ولا بالعاطفة ولكن استخدم معاه الأسلوب غير اللفظي خلى يتشوف تقابير وهيك أسكت وطالع عطى تعبيرات شوي شوي بتسمله حسس أنك أنت مو بضدة ولا أنت راح تنازع حسس أنك أنت مصدر الأمان فرح يرجع لك بعدين عطى مؤشرات أن أنا مستعد أني أنا أحضنك إذا أنت جاهز فأنا جاهز حتى أحضنك ثلاثة الله يرضى عليكم أبيكم تنعزلون نفسيا ما بينك أنت كذات ما بين الطفل الطفل لا يتعمد يعني لا تحولون الموضوع إلى موضوع شخصي الكلام للمدرسين الأب الأم ترى الطفل ما يقصد ما يقصد أنه يأذيكم بذاتكم أهو عنده حالة من الإحباط قاعد يعبر عنها بهذه الطريقة العدوانية قاعد يشعر أن حقه راح فقاعد يعبر بهذه الطريقة فلا نقول والله أنت تتقصدنا أنت بالعمالة قاعد تسوي أنت تب تأذيني أنا ليس بالضرورة أربعة أنا ذكرت مساعد مهارات غير اللفظية يعني بعد ما نكلم نستخدم المهارات غير اللفظية تعبيرات الوي تعبيرات اليد الآن نروح إلى شيء أعمق من شذيء لهي لغة الجسد بسيط الآن الطفل عدواني واقف مستعد للهجوم مستعد أن يسوي أي شيء لشان يضرب أنا الآن كمدرس كمربي كأب كأم لا أوقف أمامه الوقوف أمام الطفل العدواني يشعر أنك أنت تتحدى سويت له شذيء وطالعته وبدأت أشر عليه وبدأت أكلمه وبدأت طالعه بحدية لا راح بالذات العدواني الحاد ما راح يسكت راح أحداك ربما راح يأذيك فأنت وخر عنه تقول أنك بدل ما توقف له أوقف على صوب فإذا كان الطفل واقف لك شذيء بالطريقة هذه أنت وخر عنه وخر عنه مو تمشي عنه لكن أوقف بزاوية ثانية تشعر أني أنا ما قاعد أتحداك أنا ناطر تهدأ علشان أتفاهم معه بسيطة خامسا وأخيرا تنفس يحتاج أنه يتنفس فعلا خلي ياخذ نفس عميق ثم بعد ذلك شهيق وزفير وشوف شلون راح يتعلم أنا ما أخذها من باب الغشمرة لكن لها تأثير كبير جدا حتى عليكم على فكرة وصلنا إلينا